هربا من الموت وبحثا عن الحياة قطع هؤلاء النازحون مسافات شاسعة مع أطفالهم ومواشيهم حتى وصلوا إلى مخيمات متفرقة على حدود مدينة مأرب هنا حيث مخيم الميل بالقرب من مركز المحافظة وهو المحطة الثانية خلال سفر طويل امتد من وادي ملح بمديرية نهم إلى منطقة الجفرة وصولا إلى هذا المكان حيث تبدأ معالاتهم تتكشف أكثر في وقت يبدو المخيم غير قادر على استقبال المزيد من القادمين عبر الجبال مرنا ورجل حتى الأكل ما كانت معناه أكل خرجناه دون صباح حتى من بيوتنا حاجة بسيطة ولقىنا أنه على العذاب من التعب والمسافة الطويلة مش بسيط يعني بل كيلوهات وكل ما حاولنا أن نحن نلقى بدو ولا شيء غيثونا جينا وقد نزحهم معه أكثر من ألفي نازحا بحسب ائتلاف صنعاء للإغاثة والتنمية الذي وجه نداء استغاثة نتيجة تدفق النازحين وانعدام الإمكانات وغياب المنظمات الدولية الفاعلة ما يجعل معاناتهم تتضاعف وتزداد خصوصا مع فصل الشتاء وموجة البرد القارس وتكلبات الطقس في ظل استمرار الحرب وضع ترتفع فيه الاحتياجات وتنخفض فرص الحياة والبقاء الآن تم نزوح عدد كثير من الأسر من مخيم الخانق ومن مجزر إلى النازحين الذي فيه مخيم الميل يعني زاد العدد بكثرة وازدحام بعض الأسر الآن عندها من أسرتين من ثلاث أسر بعضهم لا يوجد معهم خيام لا يوجد معهم أدوات منزلية لا يوجد معهم أدوات المطبخ بالنظر إلى واقع حياة الناس هنا وطريقة عيشهم يتضح أن كلفة بأخذة تثقل كاهل النازحين وهو ما دفع منظمات محلية لمطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحكومة بسرعة تقديم مساعدات إنسانية وإغافية عاجلة تخفف قسوة الظروف ما بين قتيل وجريح ومشرد تركت الحرب اليمنيين على هذه الهيئة يصارعون الظروف من أجل البقاء ومن نجا منهم يقضي حياته في واقع قاية في التعقيد في ظل تقعس الحكومة وقياب دور المنظمات الإنسانية خليل الطويل قناة بلقيس مأرب